لكن بس قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كرة السلة وكنا بنتكلم عن المجهود اللي حاصل والنتائج اللي حصلها وبنبارك للفريق على بطولة السوبر كنا بنتكلم عن كابتن أحمد الجرحي أحد الجنود مش المجهولين أبداً المعلومين لجمهور النادي الأهلي هو معانا على الهاتف عشان نبارك له بالبطولة ونتكلم معاه عن فريق السلة كابتن أحمد يعني منور في دايماً في قناة النادي الأهلي سيد محمد إزاي حضرتك وإزاي أحمد إزاي أحمد إزاي أحمد وحشان إزاي كابتن أحمد أخبارك ويمكن كنت أنا آسف بقى بنق للحوار اللي تم بيني وبينك في المداخلة قبل كده لما حكلمتك عن الجيل ده وقلت إن الجيل ده ممكن يستغل الفرصة دي ويحقق عدد بطولات يتخطى بيهم بعض المنافسين أنت كان ردك علي إحنا ترجطنا إننا نحقق بالجيل ده عدد بطولات يخلينا رقم واحد داخل مصر وكمان في قارة أفريقيا من حيث البطولات القرية طبعاً يعني كلام حقك سليم من يوم فمانا الأول بس انتيت أرحب بديو في حضرتك أكيد يعني كبارك لكل جمهور النادي الأهلي على كاس السوبر اندرح الفرقة الفترة دي طبعاً مش في أفضل مستوى لها يعني يمكن فيه ضرب شوية لأسبابه مش عايزين نقول أسباب كتير عشان طبعاً دي بتبقى قدام الناس أكي منها يعني مبررات مبررات بس فعلاً انت قوام منتخب مصر الاثناشر لعب لانه خمسة من النادي أهلي وخمسة ثلاث شهور معسترين في الصيف وراحوا لعبوا كاس عالم مع المنتخب مصر وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس عالم عندية وبعدين رجعوا راحوا معانا بطولة عربية وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس السوبر كل ده مفيش في شهر طبعاً كان جود كبير جداً على اللعيبة والحمد لله الحمد لله ان انت وانت عندك دروب بير ومستوات مش اللي الناس متعودة عليه ان انت تقدر تكسب المنافسين بتوعك سواء في بطولة عربية الحمد لله كسبت الاتحاد او كسبت الزمالك في السوبر فدي حاجة مباشرة وكويسة انت عندك يعني لو فيه مستوى بيقل شوان فيه شخصية البطل موجودة في تاريخ النادي الأهلي يمكن يا كابتن لحضرتك قلته هو تقريباً كنا بنتكلم فيه قبل ما حركتكم موجود معانا ويا فكرة ان جمهور النادي الأهلي يعني انتوا عودتوا على حاجة مختلفة في كرة السلة وانتوا ادتوا قناعة تمة ان فريق سلة النادي الأهلي مش بس بيقدم مستوىات جيدة لا ده هو دايماً فارق عن المنافسين يمكن كان فيه حالة من القلق في الفترة الأخيرة حركة تكلمت في بعض الأسباب لها ثم حصلت الثقة أنا عايزة حضرتك تكلمنا عن الفوز مبارح وتكلمنا في التفاصيل اللي حولت اللي حضرتك كنت بتقوله وهو التراجع اللي في المستوى اللي كلمسه الجمهور لحالة الفوز مبارح والقدرة على تحقيق اللقب ايه اللي حصل في الفترة دي اللي هي بعد البطولة طبعاً الماضية لحد ما لعبنا مباراة السوبر كان ايه التحضير كان ايه كلام مع اللاعبين ثم الفترة جاء حضرتك شافئ اكيد زي ما حضرتك بتقول اللي احنا البطولة العربية دايماً بنصدها في أول الموسم هي بطولة وبطولة رسمية وبنحب ان احنا نروح نفس عليها ونكسابها كسبناها مرة مرة طينا من دور قبل النهاية البطولة العربية عندنا في البسكت مختلفة عن باية لعب بطولة عنيفة جداً ببتجمع احسن فرق موجودة في أفريقيا وفي أسيا مع بعض والبسكت هو يعني منافسته واسعة كديرة يعني غير ممكن هاند بول أو البولي بسم الله المنافسة أكتر أهل زمانك حتى على المستوى الأفريقيا صحيح لكن احنا في البسكت الدنيا مختلفة تماماً توجود دول كتير جداً مثلاً على البسكت طبعاً بعد البطولة احنا اتكلمنا ان احنا بداية الموسم بتاعنا بالسوبر وان احنا اه مش في أفضل مستوياتنا احنا لازم نعلم من مجهودنا نركز أفكار في الماتش عملنا كذا فيديو ميتنج عشان ندرف الفرقة واللعبة الجديدة اللي دخلت على فرقة بزمانك التنائي دي والوضع اللي همضع فيه وحسن بارح برضو مستوى الفريق مش اللي هو طبعاً الناس متعود عليه طبعاً الزمن كان متقدم من بداية المباراة بس الحمد لله احنا عندنا من الخطورات اللي هتقدر تحسن البطولة وحسن دايماً فريق يحسن بالدفاع أكتر من نواحي الهجومية نواحي الهجومية مهمة نواحي الهجومية بتكسبك متشواط لكن الدفاع دايماً القوي بتكسبك متشواط النقلة كانت ازاي كابتن أحمد وانت بتتكلم عن الدروب أثناء بقى المباراة وبنخسر الفترة الأولى ثم نهاية الشرط الأول خمسة وتلاتين تسعة وعشرين ثم بتدخل الفترة التالتة وأيضاً الزمالك بيظل محافظة على تقدمه وتيجي في الفترة الرابعة لعيب النادي الأهلي إيه اللي تم إيه اللي حصل في الكواليس إيه اللي تقال مع اللاعبين عشان نقدر نعمل الرمونتادة ونحق الفوز بالبطولة خاصة إن ده أمر بيتكرر للفترة الأخيرة وتحديداً على حساب نادي الزمالك في كرة السلة والله يا أحمد يعني 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 يبص فينا وحي نفسية قبل المورة إحنا أول ما دخلنا الصالة لقينا جمهور النادي الآن كان يشجعنا في الكويت وفي قطر موجود في البحرين ودي لأن إحنا أشخاص يعني شفناها ومسلموا علينا هناك وهنا وإحنا جايين من عشان نعوض وإنتوا لازم تعوضونا بالمطر وده حملك مسؤولات جيدة جداً وإنت داخل المطر لما المباراة ابتدت وإحنا برضو مش بأفضل حال لكن عايز أقول لك إن نهاية المباراة لما الفرقة الدافع بيخش فيا 60 بونت في البسكت ده رقم كويس جداً إن أنت أكون عملت جود ديفانس يعني الاتفاع منتاز طبعاً جوه المباراة أكيد شفنا مين اللي يقدر يعني إحنا إحنا تقدمنا مفيش في آخر ثلاث دقايق بالزبط إحنا شفنا مين اللي يقدر دايماً الجاز اللي ممكن يعني مع التوفيق من عند ربنا اللي هو دايماً فأشايف مين اللعيبة اللي ممكن يتقنش بها المطش ممكن مين اللعيبة اللي ظهر تبقى مفاتيح إنك تخرج بالمطش ده البر الأمان زينا تقوله فقدرنا إن إحنا الحمد لله نفضل تشكيلة كويسة في آخر المباراة كان تي واحد من اللعيبة طبعاً من جمل المطش مبارح يسر المعداوي ده ناشئ النادي الأهلي وكان من الناس اللي فرعت معنا جداً في آخر المباراة خبرة عمر الجندي فرعت جداً خبرة عمر طاقت أنا أشوف إن المحتار في مبارح حراف مع عدم جهزيته بارو شهر ونص كان لسه هو في الأوف تيزون لسه مطاعق دي ما قبل المطش مفيش بكم يوم وأنا أشوفه عمل مطش كبير بالنسبة للكاب داية لسه الراجل ما تمرنش أساساً فكل اللعيبة دي كانت لها تأثير كبير في آخر المباراة ولعبنا خططياً يعني كنا بنلعب دايماً دفاع منتومان يعني في آخر المطش ودايماً كنا بنضغط على المحتارف ناجر زمالك في الأوقات باثنين لعيبة يعني شغل تفتيكي كده يعني توفق النصيف آخر المباراة ربنا قدر الحمد لله يعني لدينا المباراة نحي فلازم نبرك للجمهور وأتمنى منهم أن الله لا يسمعوش لأي جماهير تانية يعني شغت ناس بعدما النادي الأهلي فقط المدالية كثل علم للأنبية بتتاريأ على فرقة النادي الأهلي أو بتتكلم عن النادي الأهلي يعني فدي أصلاً مفروض المجمولي بقى الفخور بيها أو اللعيبة أن أنت وصلت الناس أن هي بتتاريق عليك ونت بتتلعب على قرنزية العالم ده حقيقة بس ده في كل اللعبات يا كابتن أحمد ده قدرنا يعني قدر الندي الأهلي نعم بلأت لازم تقوم أقدر أنت وإنت مكانتك بقت فين واللي بيتتاريق عليك فين يعني انت بتلعب على تارية العالم طب انت فين؟ انت خدت بطولة تفريطة الحمد لله انت فين؟ الواحد ما بحبش اتكلم بالسوء ده بس من خطر ما الواحد شاف الفطر الأخيرة دي حاجة بصراحة صعبة جدا آآ يعني بقول للجمهور ركز مع فرقيتك فرقيتك يعني ان شاء الله بإذن الله ماشي بخطة كويسة دعموكو لنا هو المكسب انبالح والله المكسب طيرك بقى من كل الخطاطية اللي انا عدتوا لك والعبنا من ثمان ولا تبيننا مع الداوي وشان ما ليه جمهور النادي لها اللي اتجاب المكسب انبالح في الملعب لان فعلا من اول ديها الاخر ديها بيشجع ودى الفرقة طاقة كبيرة جدا آآ نتمنى بقى نشوف الجماية بدي في مصر لان الجمهور ده بيفرق معنا جدا. طبعا. وآآ وبنقول على مرش مبارح هارض لك زمانك. مم. كيف. وآآ طبعا اشنا قلنا مبارح ان احنا بش حد اه احنا كلنا بنمر بظروف اه صعبة لفترة الاخيرة دي بسبب اللي بيحصل طبعا في غزة. تاك. احنا كلنا كنا ايدو احنا مبارح قبل المطش وبعد المطش بمنافسة شريفة جوه الملعب. لكن اه اتمنى من ربنا بقى المزيح الغمة دي عندنا كلنا. وان شاء الله. وآآ يعني يكون كده بإذن الله يعني نصف ان شاء الله الناس تعيش في سلام بإذن الله. ان شاء الله. كابتن احمد يعني آآ مبروك البطولة وان شاء الله مزيد من البطولات هذا الموسم وان شاء الله يعني يعني نحقق كل البطولات القادمة. وبالفعل الجهاز الفني بهذا الفريق بالعناصر اللي موجودة فيه تستحق انها تحقق بطولات. تعالوا بالنادي الاهلي على قمة الاندية المصرية من حيث عاد البطولات. وده منتظرين بإذن الله. ويكون لنا مداخلة مع حضرتك ان شاء الله. والنادي الاهلي بيكون الاكثر حصولا او الاكثر تتويجا بالبطولات داخل مصر ان شاء الله. شوكاً لكم.